السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح تركيب احداث اوبشن فايل به اخر واحدث الانتقالات الصيفية حتى شهر اغسطس 2023 لباتش نيكت سيزو باتش وايضا بيس ويرد باتش فهذا الوبشن فايل متوفق مع باتش نيكت سيزو 2023 وايضا متوفق مع باتش بيس ويرد باتش 2023 للعبة بيس 2017 وهذا الوبشن فايل لا يزال جديد وقد تم اصداره فقط في هذا الشهر اغسطس 2023 وبه احدث الانتقالات الصيفية مثل انتقال اللاعب رياض محرز الى نادي الاهل السعودي ايضا انتقال اللاعب كينتي الى نادي الناصر السعودي كذلك انتقال اللاعب اوباميونغ الى نادي مارسيليا الفرنسي ايضا انتقال اللاعب خاميس رودريغاز الى نادي ساوباولو البرازيلي وغيرها من الانتقالات الجديدة داخل هذا الوبشن فايل لكن قبل الدخول الى صلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة ايضا اذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الاشعارات لكي تتوصل باي جديد على هذه القناة كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون رابط قناتنا الثانية اسفل الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن والان سوف نبدأ على بركة الله اولا تقمنا بالذهاب لهذه المدونة سوف تجدون رابط هذه التدوينة اسفل الفيديو في الوصف او الديسكريبشن بعد النقر على الرابط ووجهكم لهذه الصفحة تقمنا بالذهاب الاسفل سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع ايضا حجم ملف الوبشن فايل 5 ميجا بايت تاريخ اصدار الوبشن فايل في التاسعة عشر اغسطس 2023 ولا يزال جديد ايضا ملاحظة الوبشن فايل متوفق مع باتش بي اس ويرد باتش 2023 وكذلك ناكس سيزو باتش 2023 ايضا هنا الصور لبعض الانتقالات بعد اضافة التركيب الوبشن فايل كما ترون انتقال لعب رياض محرز ايضا لعب ميندي وايضا لعب كينتي وايضا لعب ساديو ماني في نادي ناصر السعودي وغيرها ميناء الانتقالات الجديدة كما ترون وهناك الكثير ميناء الانتقالات داخل هذا الوبشن فايل ايضا هنا سوف تجدون شرح او الفيديو وهنا خبصة راوبت لتنزيل ملف الوبشن فايل فانا دائما اقوم برفع الملف في العديد من السيرفيرات لكي لا تواجهون اي صعوبة في تنزيل الملف فيمكنكم اختيار رابط من هذه الراوبت ثم تقوم بتنزيل ملف الوبشن فايل بعد تنزيل ملف الوبشن فايل يظهر معكم ملف مضغوط هكذا بالوينرار تقوم بفك الضغط على الملف إكستراكتو بعد استخراج الملف يظهر معكم ملف هكذا تقوم بالدخول الى الملف ثم هذا الملف ثم سوف تجدون بعض الملفات هنا تقوم فقط بنسخ ملف الإيدت وملف السيستام هنا تقوم فقط بنسخ هذا الملف هكذا تقمنا بالنقر على الكنترول في لوحة المباتير هكذا ثم أيضا تقمنا بالنقر على الكنترول وهكذا تقمنا فقط بنسخ هذا الملف وهذا الملف كما ترون كوبي هكذا ثم تقمنا بالذهاب إلى الدوكيمون ثم إلى كونامي ثم إلى ملف برو أفوليس سوكرافين و17 ثم ملف سيف ثم تقمنا بنسخ الملف هنا وتقمنا بنقر على روم بلاس أو استبدال الملفات فأنا لدي باتش آخر لهذا لا أريد تركيب الأوبشن فايل لكن الأشخاص الذين لديهم باتش ناكت سيزون أو باتش بيس ويرد باتش 2023 يمكنكم تركيب هذا الأوبشن فايل بدون أي مشاكل وسوف يشتغل معكم داخل اللعبة وسوف تجدون آخر وأحدث الانتقالات داخل اللعبة كما رأيتم من قبل في الصور وكما ذكرنا هذا الأوبشن فايل متوفق فقط مع باتش ناكت سيزون أو باتش بيس ويرد وليس الباتشات الأخرى وأيضا في الأيام القادمة سوف يكون هناك أيضا انتقالات جديدة لذلك سوف نقوم أيضا برفع فيديو حول أوبشن فايل خاص ببيس 2017 بيس 2018 بيس 2019 وبيس 2021 لجميع أنواع الباتشات وأيضا كذلك نسخة الخاصة بالبلاي سيشن 4 والبلاي سيشن 5 في أيضا الشهر القادم سبتمبر 2023 أيضا سوف يكون هناك انتقالات جديدة لذلك إذا كنت مهتم جدا بهذا المجال فأنسعك بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصل بالإشعار مباشرة بعد نشر الفيديو وهكذا قطعنا الشرح ولما لدي أي تعليق أو أي استفسار دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو سوف أردد لكم بسر وقت ممكن كذلك في الأخير لا تنسوا دع حسابنا على أنستغرام وصفاتنا على الفيسبوك وقناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجنون كل الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصفة وفي الأخير لا تنسوا لايك وشير لي الفيديو ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة